حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوار حك كلها مهما الهموم زادت عليك وعال حرام يوصى الله إلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشهر مرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ليوم الديني أما بعد بناء العبد الرباني هدفنا من وراء سلسلة حياء القلوب إن أنا أبني العبد الرباني اللي يستطيع بالفعل أنه يتعامل مع الله سبحانه وتعالى بظاهره وبطنه يقدر أنه من خلال فعلا السلسلة دي يصلح قلبه فيقرب جدا من ربنا سبحانه وتعالى السلسلة تليها أنه يصلح جوارحه فبالتالي يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى بناء العبد الرباني لازم من البداية يجي من القلب خدنا حلقتين كاملين عن أهمية القلب ونختم بحلقة النهاردة حلقة التالتة في أهمية القلوب علشان أقول لك لازم فعلا تكون بدايتنا من القلب زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ مع الصحابة وزي ما ربنا سبحانه وتعالى بدأ مع النبي صلى الله عليه وسلم إن تكون من أوائل الصور اللي تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة صورة المدثر اللي كان من أهم الأوامر فيها وثيابك فطهر اللي جماهيل المفسرين قالوا معناها قلبك طهره يا محمد علشان كده ربنا لما بدأ مع النبي صلى الله عليه وسلم من البداية بدأ بالقلب في حدثة شق الصدر وجاء جبريل وأخذ قلب النبي صلى الله عليه وسلم وانتزع منه مضغة فألقاها وقال هذه حظ الشيطان منك ويرجع القلب بعدما يتغسل بزمزم ويوضع في قلبه مكانه صلى الله عليه وسلم كانت النتيجة كان أطهر ناس قلوب وأصفى ناس قلوب بعدما استخرج من هذا القلب هذه المضغة البسيطة اللي كانت حظ الشيطان من قلب النبي صلى الله عليه وسلم احنا محتاجين للقلوب لأن هي من أهم الحاجات لنا عارف ممكن في يوم من الأيام تكون ماشي في طريق والدنيا مظلمة العربية بتاعتك أول حاجة بتعملها تفتح النور أول ما بتفتح النور بيبال ليك أنت ماشي إزاي صح ولا غلط يمين ولا شمل القلب بالنسبة لنا وفي طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى ربنا جعل له الدور ده لو قلوبنا صحت وسلمت كانت عبارة بالضبط زي النور على الطريق اللي بيوضح لنا الأمور على الحقيقة في كتير من الأوقات لما تخش في يوم من الأيام بيت والدنيا مظلمة عليك أنت مش شايف حاجة فرجلك بتخبط في ترابيزة بتخبط في حيطة أو في جدار إنما بمجرد ما بتفتح نور كل حاجة أنت شايفها فعلا على حقيقتها ده دور القلب لو صلح هذا القلب أصبح القلب ده وعبارة عن مكان كده إشعاع للنور بيورينا الأمور على حقيقة بيقول لنا الفعل ده حلال ولا حرام صح ولا غلط تعمل ولا ما تعملهوش أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني ما يحل لي وما يحرم عليه قال أبو ثعلبة فصعد النبي صلى الله عليه وسلم في النظر وصوب وقال البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمأن له القلب وإن أفتاك المفتون وقال صلى الله عليه وسلم ما أنكر قلبك فدع وقال صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في صدرك دور الألب اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه له هو مصدر النور اللي يبين لنا الأمور المتتابعة لنا من وقت لآخر إيه الحلال وإيه الحرام هنا ده دور الألب علشان كده كان أبو عمر الزجاجي رحمه الله يقول قلبك أعرف أدلتك إذا ساعده التوفيق فدعم أنكر قلبك فقل قلب يسكن إلى الطاعة ويحضر من المخلفة ده كان فهمهم الراقي ومعرفتهم بحقيقة الألب إن الألب كلما كان صالحا سليما صحب بحفظ عليه ده معناه كلما تتابعت عليه الفتن كلما كان هذا القلب من أعظم القلوب رؤية للحق ورؤية للبطن ويجي الإمام المربي الإمام ابن رجب رحمه الله ويأكد هذا المعنى فيقول وفي هذا الحديث وما في معناه أن الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه في الأمور حلال ولا حرام صح ولا غلط فجعل الله للقلب ميزة أنه إذا سكن إلى شيء فهذا فيه الخير وهو الذي يرضي الله عز وجل وإذا كان بخلاف ذلك فهو الإثم والحرام وإذا كان بخلاف ذلك فهو الإثم والحرام وكان الإمام محمد بن سيرين رحمه الله يقول إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا في قلبه فهو يأمره وينهار حافظ على النعم اللي فيك ومنع جوارحك كلها مهما الهموم زادت عليك وعى الحرام يوصل الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر شكرا